أولاً طبعاً يعني حضرتك كتبت عن واحد من أهم الأحداث التاريخية واحد من أهم الأحداث المجيدة اللي حصلت في تاريخ مصر كان إيه أهم نقطة أو كان إيه أهم مواضية تحب تبرزها من خلال كتابة حضرتك؟ الحقيقة طبعاً يعني حرب أكتوبر يعني كتير جداً من الكتاب وكمان العسكريين وكتير جداً من المتخصين كتبوا عن حرب أكتوبر الكتاب يمكن بيتميز بنقطة مختلفة شوية جزئية الثقافة جزئية أنه الكتاب كمان بيركز على السيرة الشعبية لحرب أكتوبر يمكن انتباهي الجزئية الثقافة لأنه أنا أثناء البحث عن حرب أكتوبر وجدت أنه أغلب الكتابات اللي اتكتبت فيه ما يخص القوى النعمة أو الفن والثقافة كانت لحد ما مش مجموعة قوي في كتاب أو نقدر إن احنا نقول إن هي متاحة قوي لنا كجمهور فكان مهم جداً كمان لفئة الشباب شوية أنه هم يتعرفوا على ده الكتاب طبعاً بيتناول قضية العمال والفلاحين والمثقفين والمتعلمين وكمان كمان فيه جوزئية في الكتاب كمان بتتكلم على الأطفال بتتكلم على مجلات الأطفال وقت حرب أكتوبر كمان يعني فإلى حد ما أنا كنت بحاول يعني أن أنا أغطي يعني ما يمثله عنوان الكتاب اللي هو يكون سيرة شعبية لحرب أكتوبر اشتركوا في القناة